طيب أستي شريف عشان أنا بعدتي ما بحبش الصورة السودة اللي هي اللي بتخد دي اللي هو خاصة أنا جابيه الآية الآن يعني مخلصين المباراة وزعلنين وحزنانين وطبعا تعادل ايه اللي يحصل للفترة الجاية من الأهل؟ ايه اللي المفروض يحصل؟ أستي محمود تكلم على أنه أكيد الإدارة بتشتهل أنه الأمور تتحسن أنت شايف إيه الأمور المثالية وتحديداً يعني؟ بص يعني أنا زي ما قلت في الأول يعني دي فرصة تاريخية للتغيير تغير إيه؟ تغير بقى تغير سيستم تغير طريقة استخدامك للعبين أجانب أيوة ماشي المحترفين بالذات تعاملك مع اللعبين المصريين مين اللاعب اللي هي أصلوا؟ يعني معناش ما احترامنا الخناقة اللي دايرة دلوقتي والأخبار اللي عمين نسمع أنا عن أحمد عاطف ما يفرقش كتير عن المواجمين في الأهل الأهلي فريق بيهاجم وتسعين في المئة من الأندية اللي بتلعبه بالسلسناء الزمالك وبرامدز بتلعب زون صح صح فده أحمد عاطف دا لعيب مساحات مم مزبوط ماشي انت عايز لاعب بستلم تحت ضغط يعرف دريبلنج كويس ياخده الكورة يسنع لك الفارق في هيدرز جيد لكن هو في فيوتشر لو ضيع 30 فرصة وجاب فرصة بقى أحمد عاطف مزبوط لكن انت في الأهلي من نص فرصة مش ملاعب كل المتشاط فانت من نص فرصة لازم تجيب هدف مصر ما فيهاش رأس حرب مصر يعني حتى مصطفى محمد اللي كنا يعني متواصمين في خير مستواء حبة فوق وحبة تحت هو آخر واحد ماشي لما تيجي تلاقي في توقيت تاني مصر كان فيها عمر زاكي وعمد متعب وميدو واحمد عاب حليم هو عاب حليم علي ولا ايه آسف ماشي وإحسام حسن قبليهم وقبليهم 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 فانت كمدرب حتى المنتخب مصر عندك خمس لعيبة بتختار اللي يناسب فكرك وسيستم الليعب بتاع الفرق القصادة يعني عايز لعيب هجام عايز لعيب كورة عايز لعيب شويت عايز لعيب بيعرف يعمل تحركات ويوسق 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 فانت كان عندك لكن مصر ما احترامنا الشديد لكل موجودين يعني ما ترجعش قلبك فان انت تروح تجيب صفقة عند طيب مين في الأجانب اللي موجودين في الآية الوقت يحابب انهم يمشون هيئة الموسم بيرستاو مكيسوني بدر بانون خلاص مشي عايز فضل علي معلول ودينج لو جالوا حاجة لو جالوا عرض كويس زي اللي جالوا في الآية الموسم الماضي ممكن نعوض انت محتاج اولا الاهل محتاج اجنحة اجنحة بمنطق الجناح اللي هو يصنع الفارق اللي هو يجد لك حل ويقدر يكمل ويجيب هدف محتاج راس حربة مهم جدا قناص هداف مراوغ قوي لا انت لا ده انا عندي معلومة انت فهم ان السوارش نفسه راجل طلب اتنين باكرايت ايوة اصلا اتنين مشكلة مش واحد ده مشكلة اقرب ما مشافش اقرب ما مشافش اقرب واقرب انت هتظلمه انك تتلعبه باكرايت ومش بتاع هتظلمه يعني اه هو بيقدي فيها بشكل جيد بس هو مش لعيب باكرايت اصلا انت جبته تحل بيه موضوع وراجلت شان مسئولية اه شان مسئولية ومش مكان وحاق مع الاهل بطولاته في المكان ده فانت محتاج يعني محتاج اكتر من لاعب اكتر من مركب ولازم تبقى العين اللي بتشتري عين خبيرة ولازم والكلام ده مش للاهل بس لكل الانداء اللي بتشتري لان اسوأ صفقات اجانب اللي بتجي في الاهل والزمال باستثناء حالات فردية فرجاني ساسي اشرف بن شارقي علي معلول ديانج لكن الموجمل لا فيه فشل كبير شفنا اونجم وشفنا احميد احداد وشفنا ساسي وشفنا مكيسوني مكيسوني وبرستاو انت لازم لما تجيب محترف يبقى فارع اللي عندك مثلا لو اللي عندك خمسة من عشر يبقى هو تسعة ونص اه تسعة لو اللي عندك سبعة من عشر يبقى هو اتناشر على عشر لازم تجيب محترف كوالتي مختلف عقلها مختلفة هو انت يعني جزيه صبر على فلافيو ليه عشان رحسن انا في حديثي مع ابو تريكا بعد ما الاهل خد دوري ابطال افريقيا فبقول له فلافيو قال لي احنا مش عالفين نستفيد بيه كورته اسرع مننا اسرع من افكارنا قال لي مهاجب جاي جدا وثبتت الايام انه كان من احسن رؤوس الحربة في تاريخ مصر وافريقيا و النادي الاهل اللي جم لأفارق تعال بقى شوف الاندية التانية اللي بره الاهل والزمان بيجيبوا محترفين ارخص اسعار واعلى جودة ارخص اسعار واعلى جودة من احسن محترف دلوقتي عجنابي موجود في الدوري واشهب ان شاء الله ميشي خلاص من الزمان بس مين دلوقتي موجود في الدوري افضل محترف اعتقد ممكن شوية ابوكا ممكن يعني ممكن بس برضو مع امبي مع امبي لانا هاولوكوا لعب لازم ترعبوه فيه لعيب الاتنين باكين شمال بتاع الفيتشر والباكين شمال بتاع بانك الالي احسن لاثنين لعيبة بلاتي توري كورة عالية جدا او بلاتي توري بلاتي توري نص مرعب برامنز ده لكوالتي في حتة تانية انا ليه جبت سيرته اللعب ده جاي فري جاي برامنز في نايل فري انا دي سايبو اللعب ده بيلعب كورة سبو حمود مش مختلفة مختلفة اساسي في منطقة بوركينة طبعا هم جايبينه من كاس لهم فيه لعيب كويس تونسي في المصري برضو كويس اه الياس جلاسي لعيب برضو ممتاز وليد الكارتي اه وليد الكارتي عامل موسم عظيم مع بنا فغريب او ان الاهلي والزمائك تحديدا عندهم مشكلة في الاجانب يعني اه زمائك تليه مثلا تلاع عنده أشرف بن شار ايه الاهلي تلاع عنده معلول الباقيين مفيش اه يعني مرة فوق ومرة تحت فانت لازل تجيب كواليتي عالي اه كلامه تدفع يعني انت كواليتي العالي بيجيب لعيب باثنين مليون وتلاتة مليون وغير مرتبه والكلام ده كله ويجيب كواليتي يعني معلش ما احترامه بأي منطق بيكون سونسي دا يلعب اهل بأي منطق يعني فيش عقل يقول بس على فكرة العيب كان هايب في سبت ازاي يا فندم على قد سيمبا على قد سيمبا على قد سيمبا هو مكانش لعيب هايب مع سيمبا وكان العيب هايب قدام الاهلي بس ماتش بس هو في العادي بتاع عادي خالص لعيب يا قلم المتوسط هو واضح انه واضح انه البص بتاع عدي كده بص بتاع عدي كده اوه انا كنت عايز اقول لحرك حاجة انه موسيماني يعني دي برضو من الخطايا موسيماني انه الصفقات اللي عملها هايلي ما عملتش أب جريت الفريق بعد بطلتين افراكيا ايه ايه اللي تعمل الابجريت للفريق يعني عشان كده ده وحتى حسام حسن بعد إذنك حتى حسام حسن مستغلوش لا لا خلص ده قتلوا بالظبط لا لا عاشد ده بيقول لك ايه واضحت زي ما قال نصر الشريف في جزئية حسام حسن ومش هصبر عليه والكلام انا ضد انا ضد ان المدير الفني يجي ويجيب الناس معاه بتاعته انا جاي ومعايا جدا عمنا عوز افلان وانا بفضل اتولي دول انا ده ده مش بصلحة النابل وحتى ايام منول احنا دخلنا بصدام بصدام المشكلة انا عن مصطوع الشخصي ماشي لانا اتكلمت على صفقات وجيبت تفاصيلها ايه مبرد يعني بص باللي حصل فيها وحصل خلاف والدنيا قامت ما عادتش لازم الاهل هو الحاكم في هذا الامر لازم تجيب حاجات خارجة خلاص انت تحطيت في موقف رياضيا انا شايفه طبيعي جدا مع عشرين شهر من التميز ربيعي جدا حصل اللي انت وصلت له ده انت لم تلتفت ليه ما خدتش بالك منه ويقول لك واقع منك وانت بنشوت الانتصار وكلا انت ما خدتش بالك من حاجات اللي بتوعها وتسمع للناس ويبتقول لانه فيه ناس فيه شخصيات في مصر شخصيات ذاتها حيسيها تفاجأ انها بتكلمك وتتصل بيك بالليل متأخر تقول لك لا انا مش عاجب من اللي بحصل ناس بعيدة جدا عن الرياضة ومنزعجة من المشهد ولما تقول لك الاهل فقد شخصيته ويعدت لك الاسباب بتفصيلة المباراة كريم يعني ناس يعني لها كل الاحترام يعني يقول لك لا فيه حاجة فقدت هنا المفروض هنا بقى كان دور مين دور 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 ادارة التخطيط لجنة التخطيط بان انت دلوقتي لجنة التخطيط وفيه لجنة فنية والمفروض لجنة كل دي بتقدم كل فترة تقرية خلي بالك منكس خلي بالك وانت قاد عايز اقول لك حاجة في الجزئية دي بس في اوروبا يعني كلوب مثل او جارديولا بيقول انا عايز باكي مين تطلع لجنة من جوه النادي لا تتفاضع تتكلف 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 تتابع على مستوى الشيزون تشوف باكات مينين في اوروبا ايه وفي امريكا الجنوبية ايه وتقول له عندك ده يا أستاذ شريف وتديك أستاذ شريف يا أستاذ شريف الكلام ده قديم وقلناه من سنة لا انا بكلم بكلم انا بكلم من الكلام ده قديم وقلناه من سنة الفين و الفين واربعة ونما جي منه حتى قلنا انه دور لما يبقى في عندك المدير الرياضي او رئيس قطاع الكورة في النادي او كلا زيما يتعاملت المسميات النذور انه هو بيقعد مع شايف الفرقة في تاقي المدير الفاني انا محتاج عندي بكراية هيبطل بعد السنة بعد السنة بودول ان انا ادور الف وعرض عشر اسماء وكل واحد ببيناته من هو اللي فاربور رجع ازاي ده عنده عامل كلية ومتخصصين ومتابع انت لازم تروح في السكة دي انت بتدور هو ما مختارش هو بيجيله بيجيله لحاجاته قولنا انا عايز ده ان ده اناس الفكري وناس مهدامي في مرضو معلمات بتقول انه لجنة التخطيط عرضت على مسلماني حاجات كتير وحصل خلافات في وجهات النظر ومترفض تعرض عليهم ودرق ودرق لان التخطيط تترفض من كسين انا بقول لك انا ممكن اقول حاجة على لجنة التخطيط من لجنة التخطيط برضو هي اللي مفروض تقوله لما يجي ماشي اليو باجي اللي باها تدفر ايوته في فرنسا لما ماشي عنده موقف شخصي معاه لا ماشيش اولي باجي ده احنا مستثمينين فيه احنا دفعين فيه فلوس استغله اللجنة التخطيط تقوله كهرباء ده احنا واخدينه لعيب كبير ولعيب مميز وبتاع مش هتوقض عن دك يعني فيه تفاصيل برضو نستغرب ما برضو كهرباء برضو بغض النظر لا ما برضو هو انت جيت النادي الاهل بدل ما عندك دفع جديد وتدفع عن نفسك وتقدم نفسك وتبقى اضافة للفريق جاي تدخل في مشاكل وخلافات مع المدير الفني وما سلمش عليه ايه الكلام ده يعني انت هانتك تموح تروح منتخب مصر ولا عندك تموح توصل بالاهل ايه ولا انت جيت من هنا عشان تقول للطرف التاني انا كزا ما برضو فيه لعيبة عندها امر غريب برضو المدير الفني لذا اللعيب نفسه في الملعب ما بيلكش انت انا بقوله هو يا جماعة وبتفع مع السيد شريف انه فعلا دي فرصة كاشفة ومهمة جدا لتقييم المشهد بعيدا عن مبررات الارهاق والاجهاد بتبان القدرات وتبان الروح ده ده من والجزيه حاسب احمد ردوان في نهاية الكاس عشان ما استحملش القلم في الملعب قال له انت بدأسلش معايا يعني شفو انت كان عندك وقتها ازمة ايه ازمة البكرات وشوف انت لعبت مين لعبت بالصف التاني واخسرت الكاس وقتها الاهني من الظروف اقبالتي الاهلي بامانة شديدة ده جرس انزار جرس انزار للإدارة ولي بيفكر انك لازم يكون رقم واحد في اختيار اللعيب ده لو فنين خمس في المية لازم اروح مية في المية وطول الاهلي طول عمره في اختيارات وفتريه كله انك انت لعبتك ما بتستسلمش بسهولة ولا بترمي بفوت زي ما بيقولوا لحد ما الحكم ما بيستسلم هقولك ليه لا حصل اليوم الخميس السوشال ميديا اللي تلبت عليها الفرح اللعيبة اللي راحت صهرت لعب ماشي الاربع الناس مشت الساعة تسعة هل يا جوز يا جماعة يعني بس الناس بتحرق والدنيا ماشي بسكة اختراق الخصوصيات واتهامات وكأنه الدنيا وقفت وكل فريق يقف لتاني انا اكلمك انا اكلمك في جزي بسي حاجة انا معاك صح انا معاك ايو انا معاك بص انا معاك في خطأ الجمهور اصلا مدائي انا اكبر خطأ بالنسبالي في الكسة دي انهم لازم كانوا ياخدوا اذن مبدئيا يعني اه طبعا لازم هم ماخدوش اذن ماخدوش اه لا 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 وانا معتقدش ان لو اتقال لدارة الكورة او لكابتل سادة عب عفيز انها الروح فرحة هيوافق بالتأكيد هم خانهم خانهم التقدير ربما ما يكون الراجع انا معرفش تفاصيل من الفرح صاحبهم صديقهم مفتاح حبي جم لكن هو كان المفروض اتوقف على الحاجة واحد كان المفروض اه اروحه كامل وبره بره الف مبروك لكن ماشي واخد بعض واشي لكن الناس طبعا زعلانة وبعدين في اللي بينفق في النار يا جماعة يعني عاوز اقول ايه بالراحة كده احنا مش في معركة دا كورة وهي متعتها واصلتها في اخطاقها يعني فلازم ناخد الموضوع ان احنا ناخد انا عزا سألك سؤال انت في عقوبة مالية في عقوبة مالية تم اه خمسين الف جنيه انا انا رأي كان لازم يلعبوش المطش ده معك حر خاصة خاصة هو عاصل كان معاده بعد دكا النهاردة واثنين يتصابر رح ننزلهم امطر مردش حد على فكرة انا ممكن انا ماشي مهرأة يا حضرتك ده بس هو حرفيا بس انت ايد انه ما ينزلهمش على فكرة انا نزل والد سينيمان ونزل محمد فخري وانا نزلهم مش كده شخصية لعب الالي مش كده طول عمد بس برضه شريف لو تسمح لي في رأي هم ما عملوش كرسة عشان التوصل للعقوبة دي هم عملوا خطأ الخطأ ده تعاقبوا عليه على عده ماشي بس في ظل حالة الاحتقان الجماهيري من اداء الفريق وماتش المقصة اللي كذبانوا بالعافية وفي ظل صعب وعندك ماتش علاجها علاجها منو الفكر ما بعدش اتفضل منو العالج الجزئية دي لما حصلت لما مجلس تلم مرة تانية عملية قال لهم التمرين سبعة الصبح انا نفسي لده اه تمرين سبعة الصبح انا بوسي ديكو خلوا التمرين الصبح عشان اعرف مين على فكرة هم مش لعب الاهلي بس هو اللي بيسها كل مصر اللعبت انا بشوف كل اللعيبة كتاس كاتب والفرح ده كتفي لعيبة من الديه تاني الفرح ده نفسي كتفي لعيبة من الديه تاني موجودة صح كل اللعيبة اللي في مصر